خليها نتكلم لأنه حتى المدن ونتكلم ده بصراحة المدن اللي يعني زي ما شفنا النهاردة المنصورة الجديدة يعني احنا بننظر لها انت كمان ما بقتش بتعمل مش مجرد مدينة مش شوارع حلوة وهي موجودة على الطريق السحلي ولكن انت كمان بتقدم خدمات وبتقدم كل ما يحتاج إليه المواطن يعني كان في الماضي بعض المدن اللي حضرتك ذكرتها قديما برضو اللي تم انشاءها ما كانش فيها خدمات يعني كانت الناس تروح تقولك ايه ويرجعوا تاني للمدن القديم لانه لا في خدمات ولا في مثلا مدارس ولا في جماعات ولا وظائف ولا وصائف دي اهم حاجة فطبعا لا المدن دي فيها برضا كهتمام يعني حتى العاصمة الادارية الجديدة فيها جماعات فتحت طبعا واعرف ناس بيروحوا وطلبة وده برضا كيف عامك انها هتبقى حاجة جامعة الجلالة مثلا فكل ده طبعا مهم جدا انك تعيد توزيع للسكان ما نبقاش في حتة واحدة وده اللي عمل ضغط رهيب في الطرق وفي الكباري وعندنا المهور بقى دايما كان صعب بسبب العدد الضخم ده الانجاب في مصر حسب الاحصارات الاخيرة لما انه احنا في شهرين بنخلف نقرة حوالي ربع مليون ده معنى انا ممكن اوصل حوالي اتنين مليون ونص في السنة وده حاجة ضخمة عدد سكان لبنان ستة مليون انا بعمله في سنتين ثلاثة عدد سكان تونس 11 مليون بعمله في 45 سنين هل ده مهما حملت من مشاريع التنمية لا يمكن هيستوعب الموضوع ده طبعا فيه ناس بتحايا بالموضوع ده بتحايا بالموضوع الانفجار السكاني وبيعتقدوا انه ده ملحقهم واذا كان فيه اقتراحات عديدة جدا للتعامل مع هذه المشكلة لانه ده كمان هيخفف من ضغوط من مستوى الفقف في المجتمع طيب انا عايزة الكلام برضو لانه انا يهمني كده حضرتك من ناحية علم الاجتماعي علم النفس الاجتماعي اشوف كده احط مواطن او اشوف جيل بيتربى في مكان عشوائي وجيل انت بتنقله في مكان تاني خالص ده حيبقى عامل ازاي وده حيفيد الدولة ازاي وده حيدر الدولة ازاي لو دفتكي بعض الافلام المصات عالجت الموضوع ده من اول حينما يصابه وعزبة الصفية وغير افلام كتين جدا انت عاملت مع الوضع ده والله انا مكنتش بشوف انهم بيعالجوا انا كنت بشوف انهم بيرموا الكاميرا وخلاص بدون حل وبيكشفوا الوضع لكن ما كانتش فيها معالجة اعتبيها وصف للأحدث لكن احنا شوفنا بعد كده بعض الحوادث الايهابية الاجهام اللي جاية بعضها زي مناطق فطبعا عملت انك انت تعملي مناطق جديدة يسكنوا فيها بتخفف من النفسية العدوانية لانك لما تحطيني في بيت دايق طبعا حبقى شخصتها عدوانية وحبقى حائد وكابه المجتمع افتكري ما الصحية عادل امام شاهد ما شافش حاجة لما بيقوله انتوا سايبين بقيت الشقة وعادين انت وممتك وعيلتك ومش عابقك في قوضة واحدة ده طبعا تخيالي النتاج بتاع هذا النوع من الاسكان نفسيا واجتماعيا ايه العقد اللي حتبقى عندهم طبعا انت لما بتعملي حاجة جديدة بيوت صحية ما هيش بيوت يعني فيها صرفة صحية فيها مياه نظيفة فيها كهرباء فيها حاجات كده جدا هيبطيدي حس بالانسانية يعني انا اهم حاجة افتكري رئيسي حس بحقوقه كمواطن رئيسي ده ما بتكلم على موضوع حقوق الانسان بتكلم على موضوع الحقوق الاساسية فين؟ حقوق السكن التعليم الصحة الخدمات كل الحاجات دي انتي محتاجاها كل ما يبقى عندك انفجار سكاني ده هيبقى ليه تأثير على كل الخدمات بتاعتك هيبقى فيها ضعافة فيها عدم القدرة تروحي مستشفى تلاقي طوابير تروحي عيادة تلاقي طوابير تروحي مش عارف تشتري ايه طوابير لكن كل ما يبقى الموضوع عدد سكان قليل الخدمات هتبقى افضل واحسن هيبقى مركز لك هيبقى عندك كمان مواطن يقدر يبدع ويساعد دولة السور هنا مثلا زي ما حضرتك شايف السور هنا بتبين حتى وان كان في المنصورة الجديدة كنموذك لمدينة من المدن الجديدة اللي بيتم فيها اولا الاسكان مختلف يعني عندك اسكان سياحي اسكان متميز اسكان متوسط يعني كل فئات المجتمع هتعيش في مكان واحد ولكن بكرامة وده شيء لطيف وده بيوضع على الناس بتقولون ان انت اسكان للاغنية فقط فطبعا ان التنوية ده مهم جدا لانك انت محتاجة الطبقات كلها تختلط ببعضها مقدرش عزلك انت لوحدك في حتة والطبقات تانية في حتة حيبقى عندنا مش مص واحدة اكتر من مص يعني بس هنا الابنية كلها كله هيستعمل نفس الاماكن كله هيقدر عنده شواطئ يعني حيبقى في حالة نفسية متكملة ما بين كل من سيسكن هذه المدينة لو كان هو يعني يعني في شقة في بيت في فيلا ولكن الناس كلها كل واحد عايش في مكان نظيف جميل التخطيط في المدن دي افضل من المدن القديمة يعني اغلب مدن الشرق الاوسط القديمة بغداد دمشق القاهرة خلاص انتي وصلت لكل حاجة عملت كل حاجة فالمدن الجديدة احدث طبعا سمارت سيتي بيبقى فيها طبعا خدمات اكتر بنعمل حسابنا مثلا منطقة للاطفال يلعبوا منطقة الناس تتمشى فيها حاجات دي ما كانتش موجودة ما كانش فيه تخطيط قبل كده ما كانش لسه فيه وعي بموضوع البيئة وتلوث البيئة ما كانش فيه عندنا موضوع الانترنت والشبكات يعني احنا كمان بنتكلم عن ومن اهتم بالصحة صحة الناس فانت لما تنقل الناس لبيئة نظيفة انت كمان بتأمن صحة الناس صبت وده هيخفف كمان الضغط على خدمات الصحية يعني الوقاية خير من العلاج يعني زي ما بيت قال يعني فطبعا كل الحاجات دي بردك بتأثر النفسية احسن الانتماء للوطن مش شعرات انما ايضا خدمات بيئة لما لاقي بلدي جميلة انا ححب بلدي انما بلدي قبيحة قمامة هنا مش عارف ايه فوضى ناس مش مبيضة البيوت شجلها قبيح جدا هتطلع الجزء الجزء اللي بيبقى كامن جوه بعض الشخصيات هيبقى من الصعب انك تبقي عندك الانتماء وده هيأثر على الانتماء لذلك الجمال البلد بيخليها بيعزز الانتماء فيها